ما كنتش مصدقة غير ما شفت بعيني ان الزيوت الطبيعية بتتعمل من جميع انواع البزور الفيديو ده عصرنا زيت الجاجوبة وعصرنا او الجاجوبة وعصرنا اللوز وعصرنا كل الزيوت الطبيعية للتجميل وللأكل عايز اقول لكم الفيديو ده هيفيدكم كتير جدا وبجد مفيد لكل الناس اللي زي موسوسة تعالوا نشوف حصل معي هنا بقى يا حلوين كان معي كيس لوز انا باكل منه بصوق لوز نايل عشان نعمل زيت اللوز عاوز اقول لكم زيت اللوز ده الجرام منه بخمسة جنيه ليه بقى مفيد للمعدة ومفيد للبشرة كتجميل هلات سودة عايز اقول لكم ان الزيوت دي مفيدة جدا للبشرة وللتجميل وللمعدة الناس اللي بتعاني من امراض كتيرة في المعدة الزيوت الطبيعية دي هي اللي بتعالجها وبالزيت البشرة الخارجية زي ما احنا شايفين كده انا كنت بحط اللوز والزيت بينزل كده اهو زيت اللوز اهو نازل قدامكو بصوا عالبارد يعني الزيت بيبقى بارد جدا فده يعني ده امضف زيت ممكن تجيبيه لبشرتك وان انت تشربيه الزيت المعصور عالبارد بصوا هنا كنا بنعصر زيت اللوز وهنعصر برضو مع بعض زيت الججوبة حاجة كده عالمية هنا بقى هنروح نعصر زيت الججوبة زيت الججوبة ده يا جماعة للبشرة انا مش عارفة بطلغبط في الاسم ده ليه يا بنات ده عشان البشرة ومعالج بقى للجسم الحساس الاماكن الغمقى الهالات السودة عايز اقول لكم وانا بعصره وانا حطيت على هالات السودة وعايز اقول لكم انا بجربه بقالي فترة فرق معايا لهالات السودة وبشرتي بصوا معالج قوي للبشرة هي دي بزرة الججوبة بصوا شايفين شكلها عامل ازاي بخالب احنا بنحطها كده وينزل الزيت زي ما انتوا شايفين ده علاج قوي للبشرة الناس اللي بتعاني من غمقان في اماكن حساسة والهالات السودة ومقوة عام للبشرة وتدي فيتامين ونضارة هو زيت الججوبة بصراحة تحفة التحفة انا بجربه بفترة على الهالات السودة اللي في عيني دي فرقت معايا كتير بصوا شايفين الزيت على البارد بينزل حلو ازاي تحفة انكم بقى يا جماعة عن المغاد في ناس كتيرة جدا ماتعرفش عن المغاد المغاد الطبيعي ده تشتريوه هو طب بنوصله سواني بقى يا بو انس انا هقطعك في الكلام ماشي ده المغاد لبيض ده المغاد لبيض يا جماعة اللي هو الخام ده لو الطحن كده خام يحصل ايه لا لو الطحن خام وهبقى هبقى مخط او هبقى عنه زي الملخية السوري في اللف تمام المفروض يتحول يعني ايه مغاد محول جال معا اقولوكم عن ايه مغاد محول خص يا شيف باقيدك الحاجة اقول اسمها كلها ونت وريهم في الكامره تمام ده حاجة اسمها حبة خضرة ظاهر كده او وريهم انتو هbatيها ده ايه ده؟ ماذا؟ ده حبة خضرة ايه الحبة الخضرة دي؟ حبة خضرة دي دي اساس المغاد تمام؟ دي اساس المغاد ااه نوضلو كده ده اقول لحاجة الحبة الخضرة ومعملتكم لواية مغرابي ايه؟ لوية مغرابي دي اسمها الواية مغربي اهيه. كده احنا عنا نطحن مغاد. اهو. ماشي. حطينا الواية خلاص. ايوة. طبعا بعد كده المحلب طبعا المحلب فين هو عين. المحلب اللي هو بتاع الكحك والبسكوت. بس ده نوع علي شوية. اه حاجة مستورات. انيو الاحسن. ده طبعا الاحسن. ده وحتى لو تحط على الكحك وتحط على القرائش. ممتاز. تمام? كده. طبعا احنا نطحن 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 بكل احنا ان شاء الله. كيفين? اه. بعد كده ايه كمان با? اه. انا هتضلق بقى. اه. 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 بعد كده معنا زر ورد. بحاجة يقول لي هو ازاي. زر ورد. يعني زر الورد كمان بتخطي هنا? اه. ده زر ورد يا جماعة اهود. عشان يتديروا طاق يتديروا ريحة كده ويتديروا خليه كده حاجة التقليب تقليب كده ما خضيته. واسيك الحبهان كده. تمام? بصوا الحبهان هنا في ملكة الاعشاب عامل ازاي? بص يا جماعة بقى. ده زر. تمام? اه. هتلاها من بطلقة اريضة. هنتحلوكم الوقت وارجوة عامل ازاي. تمام? كراويا. لازم الكراويا. كراويا لازم. بص يا جماعة. الحاجات دي مكماز لبعضيها. ده سلو تحويفة المغاد. تمام? سكر نبات. وطبعا اخر حاجة يا جماعة اللي هو سكر نبات. النبات. تمام? اول مرة اعرف ان المغاد بيتحط عليه سكر نبات. كده هنحوزن التحوجة بتاعتنا هنبدأ نقلل كده دلوقتي. عشان نتحانه سوا. ونعمل كده للمغاد ده المغاد الحاصة هو. تمام? هما بيقوله ان هو بيتحط عليه حلبة. لأ. المغاد ده مغاد. مغاد غير الحاجة. طبعا ده يا جماعة افضل حاجة في الكركم. ده كركم صح? عشان يدل له نون اصفر الصفة. تمام? ما ينفعش نخففه شوية الكركم? ينفع عادي. ينفع عادي. بس على فكرة يا جماعة برضو. ده موضوع مقادير. يعني ده اخر حاجة الارفة. ده مش مش وزن وايم. لا. دي مقدارة نوازنه. هو عامل مقادير يا جماعة. ما نعلم في اللي في الاخر هيطلع لي مثلا اتنين كيلو هيطلع لي كيلو. ده حاجة مهمة اه ده كوز يا جماعة. رقم. هو مش باين على فكرة. ده كوز. اه. طب انت عندك كيلو المغاد بكام يا بقنا. كيلو المغاد عامل مية وتلاتين جنيه. ايه ده والله بمية وتلاتين. بس حاجة تحفظ. ده رخيص عندك. اه بس حاجة تحفظ. والي هو حاجة ما تعجبوش. ممكن نرجعها. اي حال يا جماعة? اي حد ما يعجبوش اي حاجة. اه راجل واثق من حاجته يا جماعة. خلوة. اه مش اول مرة تصور. اه مش اول مرة تجينا اه شيف تنورنا. بس تصورتها بكده. هنهت له لكوركم اخر حاجة. والقرفة. والقرفة. كي احنا هنطحن هنطحن المغاد بمآديره. اي هي مآدير المغاد يا جماعة نقولها تاني ولا خلاص? لا هي اتعرفت خلاص. تمام. وحبة خضرة ولوها مغربي. بس ما بتكسرش المغاد بتسيبه كده سليم? لا لا زي ما هو كده. بسم الله ما شوء الله. انا عايز اقول لك انا شام روايحنا في المكان يا جماعة. انا حاسة ان انا جميع الاصناف بتبتبخ دلوقتي. بس حاجة يا جماعة كل الناس اللي وقف هنا في المكان لبزة يعني اللي بيحط يدو في الحاجة لبز جلافز. وبيتقلع اول باول. ورينا بقى المغاد اللي بيقرحته بتجيب اخر الشارع. بس يا جماعة كده احنا فتحنا هو. كده احنا ضحنا المغاد. هو اكبر. بصوا يا جنات. بصوا المغاد الاصلي. اهو. على سايب. النسكافيه هنا سايب. دوصوا. وقال لنا هدواج بقى نسكافيه. اه انسى اي نسكافيه انت اوتياب لي كده. ايوة هو ده. هو ده اللي مخبيينه ده بصوا. عمل روخه نسكافيه ده رمع ده ايه عندنا. بصوا كده. بصوا شكل عامل ازاي. ده نسكافيه نسكافيه جلد. جلد يعني ايه? اكيد الناس اللي هبقى نسكافيه عارفة اقنا انه نسكافيه. المكتوب على البرطمان ده مش السعر. ده مكتوب اكود سري النامبر للكمبيوتر. بصوا كده. ده النسكافيه اللي عندهم. بصوا بكامل كيلو نسكافيه. كيلو نسكافيه عامل خمسمية وعشرين جنيه. يعني النصف كام? اه ممكن نقول بالمية جرام. المية جرام عاملين اتنين وخمسين جنيه. ده انا بجيب المية جرام بمبلغ. البرطمان الجاهز. طيب ايه كمان يا جماعة معنا بقى عندنا السحلب. نقى بحبة بقى عند السحلب معلش عشان ما زعلش مننا. احنا هنتحن ده شوية دلوقتي معاكم في المكناة. المكناة جاية. المغات هنتحنه وصوا دلوقتي على المطحنة قدامكم. ما هنروش بالعمل ازاي. ده النسكافيه خلاص قلناه ان هو نسكافيه جلد. تمام? اه. بعد كده معانا ايه? معانا السحلب بتاعنا. السحلب من المكتل العشاك. معلش ممكن توريه محبة السحلب الاصلي. اللي انا المؤانس قالت لها له. احنا هنروهم دلوقتي وهوريهم ازاي ازاي حضرتك? ازاي انوصل للنتيجة دية. على فكرة يا جماعة مش اي حد تشتروا من عنده سحلب قتاري السحلب الاصلي غالي جدا. السحلب ده بنحطه على النار بلبن او مية يدينا السحلب ده. يدينا ده. طيب نعمل ده. قباية دي تخصيني يا جماعة سأناسة مش ربدايش. بقى نعمل ده زي كده. بقى السحلب جميلة ممتازة. شكل الكوبية يا جماعة. نعمل نعمل ايه بقى? انا عايزة وريهم السحلب الاصلي. فتعالوا نقول لكم السحلب ايه? ده? ده السحلب الاصلي يا جماعة والسحلب الحصر. حد ده يقول لي ينفع ان اطحانوا كده وان شربوا سحلب خام اه. بس هو مكلف جدا وهو بقى برقم. واللي عايزه موجوده موفره. يعني دول بكام يا بقى ناس? يعني دول مسلا يعملوا حزبة مئتين وعشرين جنيه. دول مئتين وعشرين جنيه. لو انت عايزة تشرب بقى سحلب بغالي بس مين اللي يجيب? ده دي تعمل قبيتين تلافر. السحلب اللي انتو بتشربوه الحلو المنتاز اللي بتشربوه. هو مكوناته ايه? او اللي هي اسمها تحويكة السحلب. تبقى عباره عن ايه? احنا الاول احنا عندنا عيلة. احنا بقيتنا احنا خاصة. احنا اللي بيعملوها. احنا اللي بنعبيها. واللي السحلب احنا بنعبيها هنا يا دوين. جديدة على طول بجديد. تمام? منها بنلناها الحجمين. تمام? ومثلو سايد. زي ما انت عايز على فكرة ده من سعره ده الكود. كود اه سري النمبر بتاع. انت كيلو السحلب عندك بكام? كيلو السحلب عنده تمانين جنيه. تمانين. عند العلبة دي عاملة تلاتين. والعلبة دي عاملة عاملة عشرين. ماشي. تمام? بصوا بقى السحلب عندهم مكون من ايه او مقادير ايه? اول حاجة يا جماعة اللبن البودرة. اللي هو زولاندي. اللبن البودرة الهزولندي. اه لو جرتوها يعجوكوا جدا برا السحلب اصلا. تمام? بعد كده كريم شانتي. نشا. آآ بانيريا بودرة. آآ سكر بودرة. السحلب. بنطحن ده بنقلبه ببعضه ونضبطه مع بعضه. مع شوية السحلب دول. اشرب احلى سحلب ممكن تتخيله في حياتك. تمام? كم. واللي عايز يجرد يجرد. بصوا يا جماعة بصوا شايفين كوباية السحلب. انا عايزك برضو توريهم اللبن البودرة اللي عندك يا بو انا سنتكلم عنه. طيب. ممكن نجيب كوباية يعني اللبن البودرة ده جماعة اهوة ديها. بص عندهم لبن البودرة عالمية. عالمية. الكيلو كام? الكيلو عامل مية وستين جنيه. يا جماعة بقى هنكلمكم دلوقت عن قسم العطارة عندنا فانفحش تبقى في مملكة الاعشاب ومتاخدش عطارة ما عندنا. احنا عندنا بفضل الله ربنا اكتر حاجة بتميزنا هي العطارة. بتميز لها لي يا جماعة. علشي احنا بنطحن كل التوابل عندنا هنا. تمام? آآ وصفيتنا على الفيسبوك اللي عايز يخش تشوفوا الفيديوهات او مباشرة. عطارة ممكة الاعشاب بالعربي. عطارة ممكة الاعشاب. عطارة ممكة الاعشاب بالعربي. تمام? عندنا بقى مش هنكلمكم بقى على العادي. لا احنا عندنا اللي هو غير عادي. ايه هو غير عادي اللي عندنا? عندنا بغارات الكشري. عندنا آآ البابريكة المدخنة. طبعا الاوكام المكتوبة دي يا جماعة. دي اكواد بتاعتنا المكبر بتاع التموضة. معلشي احنا بكرر الكلامي. عشان هكونا جايبين سيستم. فاكوان بتاعتنا. عندنا ببريكة العادية ببريكة المدخنة. عندنا برمصارة. عندنا آآ بهارات آآ اللي هي السبع بهارات. بس يعني انها بهارات الخارجي تحفة جدا جدا جدا. ناشت برضو نقول حاجة آآ العطارة دي كلها بتطحن هنا. في مطحنة التوابل. تمام تمام. عندنا الحمد لله رب العمين. بدلي مكان اتنين. بس يا جماعة احنا بمطحنش مخصوص. بمعنى اللي عايز ييجي. يعمل شويلة يا جماعة كميات كبيرة. تمام. اللي بيضحن. بنضحن الكمية تبقى موجودة. تيجي تشتري من نحن. الحاج ما عاجبتاش بتاعتي. ترجعنا. تمام. عندنا بقى ايه? بهارات دية. بهارات آآ الخليج اللي هي البهارات اللي مشكلة. عندنا الكاري. الكوركور. تمام. عندنا كمان آآ بهارات اللي احمد فرن او الديمجلاس. تمام. كل البهارات دية جماعة احنا ضحننا هنا. عندنا. تمام. ترجعنا. عندنا جمان الجرمصار. ايه الجرمصار دي? الجرمصار دية يا جماعة بقى. هذه الخلطة الهندية بتاعت الفرية. تلحفت التحفة. تمام? عندنا جمان آآ الكفتة. بهارات الكفتة. تمام? كل دا بيتتم طحنه هنا. الدم عينينا. بالاضحنه عندنا. اللي عايز يشوف بنفسه ييجي نورر الصباح. ايه ما شاء الله الاعتارة انا ما بتعودش يا جماعة. ييجي يخش على صفحة مملكة الاعشاب. التوابل بقى هناك حاجة تانية في مملكة الاعشاب. عايز اقولك انت بتمشي شم الريحة من على بعد. هنا كنا بنتحن فلفل اسود. ما شاء الله شايفين? الفلفل اسود فرزة اول. يعني اول حاجة في الفلفل اسود او اغلى نوع. شايفين? الحب عاملة زيوبة التحن ازاي. ما شاء الله مملكة الاعشاب هتلاقوا فيها كل حاجة. حتى جميع انواع الطمور او البلح والعسل. وجميع انواع الزيوت يا جماعة. زيت الزيتون والجاجوبة او الجاجوبة. زيت اللوس. زيت جوز الهند. كل زيوت الطبيعية معصورة عنده على البارد. كل حاجة فرش هنا.